معنا الأستاذ الدكتور أشرف صفحي وزير الشباب والرياضة سيادة الوزير كل سنة وانت طيب أود أن أسمع منك خطة الشباب والرياضة في مثل هذه المهرجانات وفي مثل هذه المسابقات اللي باء تناسب احتفالات مصر بذكرى الانتصار في السادس من أكتوبر ستناب الأول متأخير وكل سنة حراك طيب ومن أسبتين أكتوبر ونورد النبو الشريف وبنشكرك على دورك الوطني الجم والثقافي والتفقيف السياسي اللي حاجده كل شكر والتقدير أكيد حفل أو اكتوبر احتفالات اكتوبر احتفالات لازم تكون موجودة ولازم يكون الأجيال احنا بنتكلم 49 سنة يعني 49 سنة أجيال أجيال تخطط هذا العمر موجودة وأجيال ما شفيتش وما تمعتش عن النقطة الفريقة لحرب أكتوبر وعملت دي ما بعد العبور وإيه اللي حصل واللي احنا فيه موجودين من هذا التطوير سنوات الطويلة اللي مرت بها مصر في الحقيقة يعني ما كانش ممكن يكون الوضع بهذا الشكل لو لا هذا العبور وهذه الحرب وهذا الانفطار كمان روح شباب مصر في الفطرة دي الجنود المصريين البواتل الجيش المصري القيادات اللي كان عندها هدف وما رجعتش وشحز الهمم ما قالش الحقيقة استخدام العلم استخدام كل المقاومات اللي موجودة علشان هدف واحد وهو استعادة الأرض والحرب وفداء الوطن بالروح دي كلها حاجات احنا نازم نعطر عنها بأكثر من السلوب وأكثر من طريقة لو بنتكلم على التباية والتعليم والدور الكبير او الدور اللي يسر تهدير القصص ويعطي الدروس الكثيرة من مفاهيم تربوية ومفاهيم ثقافية ومفاهيم ثياتية كمان احنا كمان دورنا كوزارة شباب ورياضة الحقيقة لا يقل دورا كل سنة لازم نعمل دوء أكثر وأكثر بشكل كبير كي لا ننفى وكي لا تنفى الأجيال عن ما قامت به القوات المسلحة المصرية اللي شاء القدر ان هي تقوم بدور تاني في 36 الحقيقة وتكون موجودة تحمي الشعب المصري من الداخل وتحمي حدود مصر من الخارج وما بعد هذا من عشرين البعتاشر رحلة عبور أخرى رحلة الجمهورية الجديدة اللي قادر في قامت الرئيسة الحقيقة للتطوير والنهضة الكبيرة اللي احنا شايفينا في الجمهورية الجديدة اللي جنية على قاعدة عريضة قاعدة الانتصار الحقيقة لازم يكون عندنا شاحز الهمم باستمرار الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما تروحوا مصر انا بتكلم ما معنى الحديث خدوا من جنود مصر لان هما خيروا جنود الارض حديث الرسول لا ينطق عن الهواء ان هو الوحيد صلى الله عليه وسلم فبالتالي احنا بنتكلم ان احنا بنعتز وبنفخر لان الجنود هنا مقصود بها الجنود وكمان الوطن والشعب الحقيقة اللي بيخرج منه الجنود ودي اللحمة اللي احنا بنقولها الاجيال المختلفة السبايرة والكبيرة علشان كده لما النهاردة وزارة الشباب ورياضة الصبح من 10 صباحا فتحنا لكل المديريات على مصر مصر 27 محافظة كان فيه نفس التوقيت مارسل ماشي مع احتفالية رمزية بوجود المديريات والسادة المحافظين في الخيالة كل الشكر والتخدير لديهم وجودي النهاردة في القاهرة اللي اه يعني نفس الدور اللي موجود في المحافظات بمزاملة الفاضل اه سيد اللي هو خالد عبد العال محافظة القاهرة اه الحقيقة شفنا اه يعني ولادنا وشبابنا وسباب مراكس شباب واحنا موجودين اه في اه الخيالة وهي احد الاماكن الحضرية الجديدة اه اللي تم تطويرها بشكل كامل مدين العمرات وكان فيه مرة اه ماشي من مدحف الحضرات حتى منطقة الخيالة الحقيقة منطقة يعني اه اه يعني مش قادر اوصفها من الجمال اللي موجود اه يعني وتطويرها يمكن انا مروحطاش في الحقيقة من اه ما قبل التطوير من عرض اشوفها حاجة حاجة رائعة واهلين اللي موجودين وصلهم وكمان يشوفوا ولادهم وشوفوا مراكس شبابة بتحتفي اه باحتفالات اكتوبر لكن في في شكل رياضي وشكل احتفالي اه الحياة دي كلها حاجات الشكل المباشر وشكل المباشر لكن مع بعض بيدو الولاء والانتماء لأولادنا وشبابنا اه ترجمة نانسي قنقر